الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس الثالث والرابع السؤال الاول بيقول هنا هنا بيقول لك علشان نغير كلمة الى اسم بضف لها ايه؟ طيب خلي بالك كلمة يعني عدوة فانت هنا بتحط عشان تتحول الى الاسم اللي هو عدوة يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا برضو بيقول عشان نكون الصفة من الفعل بندفله ايه؟ طبعا هنا بنحط في الاخر ايه انت ايه؟ علشان تبقى different اللي هو يعني مختلف دي صفة بعد كده بيقول هنا بيسأل بقى بيقول the synonym of the word repair is a طيب بنحتاج اننا نصلح الكمبيوتر السؤال بقى synonym يعني معنى او مرادف كلمة repair يعني يصلح طبعا دي بتساوي في المعنى كلمة mind وكلمة fix كل دي معاني لكلمة repair يبقى قوله هنا mind اللي بعده بيقول هنا live and die are a بيقولك كلمة live يعني يعيش وdie يعني يموت طبعا هنا في عكس وتضاد مضاد يعني antonyms الكلمتين هنا عكس بعض فهتقول له antonyms بعد كده بيقول to get the adjective from nature we add the suffix a علشان نحصل على الصفة من كلمة nature بنضيف لاحقة بنحط في الاخر هنا ايه؟ طبعا بنحط في الاخر يا شباب al عشان تتحول الى natural اللي هي يعني طبيعي دي بقى صفة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا an earthquake is a natural نقط خلي بالك بيقول هنا ان الزلزال بيكون كارثة طبيعية طيب كلمة كارثة يعني disaster فاقول له هنا natural disaster بعد كده بيقول living in the north is quieter than living in the city عاوز يقول العيش في ايه بقى بيكون اهدى من العيش في المدينة يبقى هنا عايز يقول العيش في الريف كلمة الريف يعني the countryside فاقول له هنا countryside بعد كده بيقول you can use this tool in a or a not such as a fire انت تقدر تستخدم هذه الاداة عايز اقول لك في حالة الطوارئ مثل الحريق الحريق ده طارئة طارئة يبقى emergency طيب بعد كده بيقول هنا he was a not for a charity he works for no money طيب هو كان ايه في جمعية خارية هل بقى لك هو يعمل بدون فلوس من غير المال يعني يبقى هو متطوع كانت متطوع يعني volunteer طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا the take in air and help us to breathe طيب ايه اللي بياخد الهواء وبيساعدنا اننا نتنفس طبعا دي وظيفة الرأتين الرأة اللي هي lungs فاقول له هنا the lungs الرأتين بعد كده طيب ابن عمي لينا بيقول هنا انه دخل المستشفى بسبب عدوة في العين دي اسمها eye infection فاقول له infection اصابة يعني او عدوة بعد كده هذه الكرة عايزول الكرة مفيهاش هوا جواها يبقى انا محتاج ايه علشان ازودها بالهوا طبعا محتاج منفاخ اللي هو اسمه pump فاقول له بعد كده بيقول هنا نقاط the opposite of the word serious طيب opposite يعني عكس او مضاد كلمة serious يعني خطير هو هنا طالب منك عكس كلمة خطير عكسها طبعا حاجة امنة امن يعني safe فاقول له هنا safe الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل اسألت الوحدة التالتة من كتاب المعذر السؤال الاول بيقول هنا it's not to stay in a burning house for some time طبعا ده شيء مخيف جدا ان تبقى في بيت محترق يعني لبعض الوقت يبقى عايز هنا كلمة مخيف اللي هي it's scary طيب بعد كده بيقول هنا that always gives money to a not that helps poor بيقول ان بابا دايما بيعطي الفلوس الى مين بقى اللي بتساعد الفقراء طبعا اللي بتساعد الفقير هي charity الجماعية الخيرية او المؤسسة الخيرية بعد كده بيقول the not pumps blood around the body طيب مين بقى اللي بيضخ الدم في الجسم كله طبعا دي وظيفة القلب قلب يعني heart فاقول له هنا heart بعد كده بيقول the not tells the parts of our body what to do طيب مين برده اللي بيخبر اجزاء الجسم تعمل ايه؟ طبعا دي وظيفة المخ او العقل فمخ يعني brain بعد كده بيقول هنا our an not is an injury when something cuts you made by something sharp طيب الاصابة او الجرح يعني اللي بيتم خلي بالك made by something sharp بواسطة حاجة حدا ده اسمه جرحة او قطعة فده تعريف لي cut طيب بعد كده هنكمل مع بعض بيقول هنا نقط is feeling happy about something you have done or are connected with طيب شعور بالسعادة عن او الرضا عن شيء ما يعني انك انت عملته او اتصلت بيه انت كده بتكون فخور بالحاجة دي فخور يعني proud الفخر يعني بعد كده بيقول you should pay the things you bought يعجب ان تدفع عايز اقول بقى من اجل اللي انت اشتريته يدفع لي دي اسمها pay for بعد كده بيقول هنا the ancient egyptian doctors wrote not their ideas thousands of years ago بيتكلم هنا عن الاطباء المصريين القدماء عايزوا ان هما دونوا افكارهم منذ آلاف السنين طيب كلمة بقى يدون يعني write down الماضي منها اللي هي wrote down الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزالة سئلة الخاصة في القواعد السؤال الاول my father not work in aswan طيب خلي بالك عاوز يقول ان بابا اعتاد العمل في اسwan خلينا شوف الاختيارات كده used to لوحدها كده تنفع اعتاد ان يعمل طيب اما بقى didn't used دي غلط didn't ما يجيش وراها used didn't use طيب is used برضو ما تنفعش عندي هنا فعل طيب بعد كده didn't use عايز وراها tool مصدر عشان تنفع فالصحة عندي ان انا اقول my father used to work بابا اعتاد ان يعمل في اسwan بعد كده بيقول ياسر's uncle used to live in Tunisia طيب خلي بالك خال ياسر لم يعتاد ان يعيش في تونس خلي بالنبقى عندي هنا موجود used to والفعل في المصدر يبعيز ينفي used to بنفيها didn't فقولوا didn't use to بعد كده بيقول نقط you used to have a lot of work طيب ده سؤال عندي هنا use to بسأل عنها be did لانها بتعبر عن عادة في الماضي فالصحة انك تقول لي did you used to هل انت اعتدت ان تعمل وجبك بعد كده بيقول did حسن نقط to live in Cairo برضو نفس الكلام ده سؤال وعندي هنا did خلي بالك did بيجي بعدها use to بدون اضافات هو جايبتوه المصدر يبقى اللي ناقص use did يبقى use بعد كده بيقول did you use to have any different hobbies قالوا في الاجابة no طيب ده سؤال بهل did you use احنا اتفقنا ان في الاجابة you بتتحول الى i و did هنفيها بقى عشان فيه no فهتبقى i didn't بعد كده بيقول what سلمة used to do when she was young خلي بالك برضو ده سؤال ادي اداة باستفهام عايز هنا فعل المساعد وانا عندي use to المصدر يبقى دي عادة في الماضي يبقى فعل المساعد اللي هو did هو ده اللي بيستخدمه مع use to طيب بعد كده يكمل مع بعض بيقول هنا my uncle used to live in the countryside but now he not in the city بيقول ان خالي اعتاد ان يعيش في الريف but ولكن من النهاردة عايز يقول بقى يعيش في المدينة خلي بالنها عندنا قاعدة بتقول used to لما بستخدمها واستخدم but now بستخدم هنا مضارع بسيط مضارع بسيط الفعل هنا مفرد يبقى له he lives هو دلوقتي بقى يعيش في المدينة طيب بعد كده بيقول هنا she used to نقط but now she is sad نفس القاعدة هنا عايز used to المصدر دي قاعدة شباب used to بيجي بعدها الفعل في المصدر فهذه سهلة كده المصدر اللي هو اي بقى اللي هو بي المصدر من am هو بي بعد كده بيقول my uncle used to be sad but now he not بيقول برضو خالي اعتاد ان يكون حزين يعني but ولكن هو ايه طيب ده هنا عايز ينفي ليه لانه هنا بيقولك but now he a يبقى عايز انفي مضارع بسيط he مفرد يبقى doesn't تعود يعني ان يبقى حزين لكنه دلوقتي ما بقاش كده فاقول له هنا doesn't طيب بعد كده نكمل بيقول هنا where did you not go on vacation with your family طيب ده سؤال عندي هنا did اتفقنا ان did بيجي اصلا مراها المصدر انت عارف دي فهتقول لي use to المصدر use to go ده ادمن فاش اقول وراها used لازم اقول use بعد كده بيكون في عندنا تدريب مهم جدا على سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا دكتور مجدي نقاط to help people with heart problems خلي بالك برضو دي عادة في الماضي عاوز يقول ان دكتور مجدي اعتاد ان يساعد الناس اللي عندها مشكلة بالقلب طيب هو هنا جيب لي to المصدر عادة في الماضي بيستخدم used يبقى اللي نقص هنا used عشان اقول used to help يعني اعتاد ان يساعد طيب بعد كده بيقول هنا my uncle used a firefighter but now he is a police officer هنا بيقول ان خالي برضو عايز يقول اعتاد ان يكون رجل مطافي ولكن دلوقتي ضابط القاعدة بتقول ان used بيجي وراها to وبعدين المصدر ده الصح بعد كده بيقول جدي ياسر not to know how to drive برضو خلي بالك دي عادة في الماضي ولكن عايز ينفي طب ينفي ازاي ب didn't بس خلي بالك didn't بيجي بعدها use يبقى نقول له هنا ايه didn't وبعدين نكتب use من غير دي اللي في الاخرتي وهو كتب لي to المصدر didn't use لم يعتاد طيب بعد كده بيقول هنا how did you not to go to school برضو خلي بالك ده سؤال عندي هنا did قلنا did يبقى على طول اقول له use did او didn't يبقى بعدهم use بعد كده بيقول ايمن used to not a sports car طيب خلي بالك كلمة used to بيجي وراها الفعل في المصدر طب حد عارف المصدر من head برافو عليك يبقى هنا اقول له have الفعل يعني بدون اضافات السؤال اللي بعده بيقول how did you not to go to school ده سؤال نخلي بالك دت عايز وراها use وعدت لخبط فتقول لي did you use واللي بعده that building used to not a cinema سهلة جدا دي احنا اتفقنا ان used to بيجي بعدها المصدر المصدر يعني بدون اضافات فتقول لي هنا be اعتدق ان يكون بعد كده he not to play football but now he doesn't طيب بين في هنا خلي بالك بيقولك ان دلوقتي ما بيعملش كده يبقى زمان كان متعود يبقى دي عادة في الماضي عادي جدا يبقى he used وهو جايب to المصدر الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض الجزء الجديد بقى اللي علينا السنة دي وهو تسميع الكلمات هنا بيبدأ اختبر اتقانك للمفردات الجزء ده ما بيجيش في المتحان ولا حاجة انت هنا بتسمع الكلمات طيب هنا بيقول where did he work in the past قاله في الاجابة in a not hospital عايز اقول ان هو كان بيشتغل في مدرسة خاصة او في مستشفى خاصة كلمة خاص بقى دي اسمها special مطلوب منك انك تكتب كلمة special صح يبقى السؤال ده هو بيراجع معاك حفظك ليه الكلمات وبيمرانك على سؤال المحادثة يبقى اقول له special اللي بعده what did he do to help children in a swan قال له في الاجابة he started هو بدأ not for children in a swan طيب عايز اقول كلمة جمعية خيرية لازم تكون حافظها اسمها charity هكتب هنا بقى كلمة charity زي ما قلت لك كده سؤال ما بيجيش في المتحان بالشكل ده ولكن انت هنا بتراجع على اهم كلمات في المنهج السؤال اللي بعده what do you think of دكتور مجدي يعقوب قال له I am so not of him عايز كلمة فخور فخور بيدي اسمها proud of يبقى هنا هتكتب كلمة proud واللي بعده how did we know about doctors in ancient Egypt قال له في الاجابة they not their ideas هجول دونوا افكارهم سجلة او دونة دي اسمها wrote down يبقى هتكتب كلمة wrote down يعني هما دونوا او كتبوا يعني افكارهم على الحواطط how did they help people with not قال له they used plants to help them طيب خلي بالك كلمة الحروق دي اسمها طبعا parents يعني ازاي ما قدر نساعد الناس في حالة ايه الحروق did they know how to make broken not قال له yes they did عايز كلمة عزام العزام يا شباب اللي هي اسمها bones يبقى انت مطلوب منك في السؤال ده انك تعرف تكتب الكلمات طيب نجي بقى على السؤال اللي بيجي في الامتحان وسؤال مهم جدا طبعا وهو سؤال الدلك سؤال المحادسة خلي بالك اهم حاجة في سؤال المحادسة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحن وزي ما قلتلك السطر اللي فوق ده بيكون مهم جدا بيعرفك المحادسة بتكلماني عادل and Hany are talking about دكتور مكدي يعقوب عادل وهاني الاتنين بيكلموا مع بعض عن الدكتور مكدي يعقوب خلينا نشوف كده عادل بيكلم هاني وبيقول له we should be proud of دكتور مكدي يعقوب he is an important hero يعني لازم نكون فخورين بالدكتور مكدي يعقوب هو بيكون بطل مهم جدا يعني طيب هاني سأله سؤال علشان اعرف السؤال لازم اعرى الاجابة قال له he was born in 1935 اه بيقول له هو ولده في سنة 1935 خلي بالك بقى ده وقت لما يكون عندك وقت بتسعى الوقت when or what time فعايز اقول له متى ولده هيقول when هيستخدم was زي ما هي موجودة في الاجابة وهيقول له شباب he اللي هو دكتور مكدي يعقوب بورن يبقى اول اجابة ممكن اقول when was دكتور مكدي يعقوب او when was he born يعني متى هو ولده سأل سؤال تانى قال له he was born in بالبيس خلي بالك بالبيس ده مكان يبقى هنا بيقول له اي بقى اين ولده هو هو السؤال ولكنها غير رد للسفحان بدل ما هي when اخليها where وكامل برضو was he وبعدين نقول له born يعني اين ولده وحط على المتى السفحان طبعا دول اسئلة بعد قد قال له where did he work in the past where يعني اين بيقول كم بشتغل فين في الماضي قال له حاجة وبعدين قال له what did he do to help children ان اصوان طبعا هنعرفين هو كان شغال فيه مستشفى بقى تكتب مسلا او تقول له يعني كان شغال فيه مستشفى يبقى انت هنا تقول كان يعني شغال فيه مستشفى وممكن تقول ان اصوان او او ان لندن what did he do to help children ان اصوان بيساعد الاطفال ازاي what do you think of him يبقى تكتب هنا هو كان بيساعد الاطفال ازاي طبعا هو عمل مؤسسة خيرية لطبعا علاج الاطفال فهقول له هو بدأ او هو لو عمله الخيري لعلاج الاطفال بعد كده قال له ايه رأيك يعني فيه طبعا دي رأيك تقول ان احنا فخورين به مثلا فهتقول يعني انا فخور به جدا يبقى طيب بعد كده عندنا محادثة تانية برضو نفس الكلام هتقرب محادثة كلها والسطر ده مهم جدا بيقول لي هنا ابراهيم ابراهيم بقى يسأل كمال عن الاطباء في مصر القديم طيب خلينا نشوف كده ابراهيم بيتكلم وصاحب رد عليه وقال له هل يعني كان فيه اي مصريين قدماء داكاترة او فيه داكاترة عند مصري القدماء قال له حاجة سأل سؤال قال له احنا عارفنا من الكتابات ان كان فيه يبقى اول اجابة يا شباب هيرد على السؤال بهال اللي هو بقى هعكس بقى هول هنا ياس الاول وممكن نعمل كما واقول ايوة يعني كان يوجد اطباء في مصر القديم طيب ابراهيم بعد كده سأل سؤال علشان نعرف السؤال لازم اقرى الاجابة الاجابة انه بيقول له دونوا افكارهم على الحواطر وعشان كده احنا عارفنا يبقى كده بيسأله وقال له ازاي يعني انت عارفت ان كان عندهم اطباء خلاص كده يا رجلة طيب هاسأل بقى كيفة اللي هي وبعدين اجيب الفعل المساعد بتاعي اللي هو لاني بتكلم عن الماضي وبعدين بقول مثلا يعني ازاي عارفنا عن الاطباء دول يعني ازاي عارفنا عنهم بقى ان في اطباء في مصر القديمة فقال له من الكتبات في اي حاجة عن العقل او المخ البشري قال له حاجة سألوا سؤال ممكن نقول هنا في رقم ثلاثة عارفاً كتير جداً في الطب فتقول هو بيسأل اعرفوا حاجة عن العقل فتقول له ايه اوي يعني مرحل مساعد عن سؤال كان اجابته هم استخدموا النتات علشان يساعدوا الناس في الحروق او الحرائق يعني الناس اللي عندها حروق معينة طيب بقى هيسأل بقى هيقول مثلا او بيقول له ان هما استخدموا النتات عشان يساعدوا الناس اللي عندها حرائق او حروق يعني فيقول ازاي هما ساعدوا الناس هتكمل من الاجابة يعني ازاي ساعدوا الناس اللي هم عندهم ايه حروق معينة قالوا بعد كده هل هم عارفوا حاجة بقى او ازاي ان احنا نصلح او ازاي ان نعمل معالجة للعظام المكسورة قالوا حاجة وقالوا كمان بيقدروا ان هم ايه يخيطوا يعني الجروح فايقولوا شور بالطبع او بالتأكيد ده هم كمان بيقدروا خيطوا الجروح الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا على الدرس التالت والربة واللي بيبدأ معايا بسؤال سؤال نص الاستماع طيب السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان ومن خلال اللي انت سمعته بتختار الاجابات اللي قدامك دي طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده اقرأ النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وطبعا سؤال اداء لك سؤال المحادسة زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه المحادسة بتاعتنا بيقول هنا هنا علي بيخبر عمر عن وظيفة بابا خلينا نشوف كده طيب عمر بيكلم علي وبيقول له هل هو علي هاو آر يو هاو آر يو يعني كيف حالك اجابتها انت عارفها لما حد يقول لك عامل ايه بتقول له بخير طيب بخير دي يعني ايه فانت هنا هتقول وممكن تعمل كما وتقول يعني بخير شكرا طيب هنا عمر سأله اول سؤال الاجابة كانت بيقول له ان بابا طبيب مشهور بها بيسأله عن ايه عن وظيفة بابا تقدر تكتب اكتر من سؤال هنا ممكن مثلا تقول ماذا يعمل باباك او ماذا يفعل باباك وبرضو عندك سيغة كتيرة تتسأل عن الوظيفة مثلا فخلينا نستخدم السيغة السهلة دي ونقول لانه في الاجابة بيقول له باباك يكون طبيب مشهور يبقى كان بيسأله بقول له باباك بيشتغل ايه دي اول سؤال طيب عمر هنا سأل سؤال طيب الاجابة كانت ان علي قال له هو بيعمل في مستشفى كبيرة في القاهرة بيسأل هنا عن مكان شغله بسأل عن المكان باداة استفاهم هنا اقول له اين طب الفعال المساعدة اجيبه ازاي بص في الاجابة الفعال اخره بس يبقى ده مدرع بسيط يبقى الفعال المساعد يبقى وبعدين تجيب الفعال بقى اللي هو مين جده او بقى تقول له فعال في المصدر بعد اين هو يعمل عمر قال له بعد كده ده سؤال بحل عايز يسأله وقول له هل هو بيروح الشغل بالعربية انا ما عرفش قال له حاجة وقال له لا ده بيروح على رجليه على قدمه يبقى هنا الاجابة تبقى ايه نو قامة وهي بتنزيم هي وطالما قلنا نو هننفي بقى تبقى نو هي لا يعني قال له هنا ليه هو بيروح الشغل ماشي اكتب بقى اي سبب النول مثلا بسبب ان المستشفى قريب فنقول بسبب ان المستشفى تكون يعني قريبة زي ما انت شايف عشان تحل المحادسة لازم تقرع كويس جدا وتفهمها قبل ما تحل يبقى اخر حاجة رقم حمسة طيب بعد كده بيكون في عندي سؤال اختياري نكمل مع بعض السؤال الاول بيقول هنا طيب ايه هي المنظمة اللي بتدي فلوس وطعام الى اخره الى الناس يعني اللي بتحتاج طبعا دي جامعية خيارية او مؤسسة خيارية اسمها بعد كده بيقول بيقول الرئتين بتاخد الهواء وبتساعدنا طبعا اننا نتنفس يبقى له هنا بريز طيب بعد كده بيقول هنا special has the same meaning as نقط كلمة special يعني خاص او مميز لها نفس معنى كلمة ايه حاجة خاصة يعني غير عادية فبتساوى عندي في المعنى غير عادي يعني مميز الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا ياسر was not a school project when i met him عاوز يقول ان ياسر كان بيعمل مشروع للمدرسة لما قابلته خلي بالك كلمة project بيجي معها do يعمل يعني مشروع دراسي فالصحة هنا تقول لي was doing بعد كده بيقول هنا we know about ancient Egyptian doctors because they not down their ideas احنا بنعرف عن الاطباء في مصر القديمة بسبب انهم خلي بالك بقى دونوا افكرهم كلمة يدون يعني write down الماضي من write wrote فاقول له هنا wrote اللي بعده بيقول هنا he is 69 years now he not working 9 years ago طيب هو بيكون عمره 69 سنة خلي بالك بقى هو يعني عمره 69 يبقى هو توقف عن العمل منذ 9 سنوات ولا بدأ العمل منذ 9 سنوات الناس بتطلع معاش على سنة 60 سنة يبقى هو توقف عن العمل طالما 69 توقف يبقى هنا he stopped working اوقف عمله من 9 سنين طيب بعد كده بيقول هنا selma's father is air and not at the hospital they don't pay him for his work طيب بابا سلمة بيكون ايه في المستشفى خلي بالك هم ما بيدفعوش له اي فلوس لمقابل عمله يبقى هو هنا متطوع كلمة متطوع يعني volunteer السؤال اللي بعده بيقول هنا علي نقاط used to swim when he was young طيب خلي بالك بقى هنا عادة في الماضي وعايزا فيها used to المصدر لما جن فيها بن فيها بايه بن فيها بdidn't يبقى علي didn't used to علي لم يعتاد ان بعد كده بيقول نقاط علي used to work as a surgeon before 2010 طيب برضو خلي بالك ده سؤال وعند هنا used to فهنا هنستخدم did عشان اسأل عن العادة في الماضي بعد كده بيقول who did you not to play with a break احنا قلنا اصلا ان did بيجي اصلا وراها الفعل في المصدر وبيجي وراها use to المصدر يبقى انت عايز use بدون اضافات طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال correct سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا i used to swim a lot when i not younger انا اعتدت ان انا اسبح كثيرا لما كنت صغير used اصلا بتعبر عن العادة في الماضي الماضي من قام عشان i بتاخد was فاقول i was younger لما انا كنت صغير بعد كده بيقول i used to play basketball but i not now انا تعودت ان انا لعب correct basketball ولكن انا دلوقتي ما بعملش كده قلنا but يبقى مدرعة بسيط بعدها طيب مدرعة بسيط يبقى i don't مش didn't didn't بعد كده بيقول where نقط to park your car برضو ده سؤال وعندي you وعندي used هنا عايز يسأل بقى where اداد السفهام يجي وراها فعل مساعد فهستخدم did وبعدين اجيب الفعل اللي هو you وخلي بالك بتكتب use بس يبقى did you use وهو جابته المصدر بعد كده when i was tim i used to not funny لما انا كنت عشر سرين اعتدت ان اكون used to يا شباب بيجي وراها المصدر ده المصدر من was aware be فاقول هنا used to be طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال طبعا ده مجابعا انه في نهاية الكتاب ولكن هتلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف مذكرة بصيغة pdf هتلاقي رابط كده تضغط عليه وتحمل المذكرة هتلاقي فيها اهم الموضوعات اللي موجودة فيه منهج تاني عددي اشتركوا في القناة